متابعة تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا مباشرة أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية دكتور ناصر قال أهلا وسهلا بك دكتور معنا وأبدأ معك بتصريحات روسيا الأخيرة فهي تقول بأن هدفها لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة العسكرية إذن هل التوصل إلى اتفاق أو تسوية في هذه المرحلة بعيد جدا حتى ربما بعد حسم معركة بخمود أنا أقول ستحسن معركة بخمود روسيا تريد أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وهي تعطي الداخل والخارج أنها منتصرة الرئيس الصيني سيزور موسكو قريبا وربما يذهب إلى كييف إذن برأيي من هذه النقطة والحرب الاستنزاف المتبادة لا توجد انتصارات عسكرية كبرى لكن أختصر أن أقول روسيا أخذت على الأقل ما تريده شبه ما تريده خمس أراضي أوكرانيا نوع من وضعت الحكومة الأوكرانية في وضع وكأنها عضو في حلف الأطلسي من الناحية العملية وليس الرسمية وثلاثة برأيي نقطة ضعف روسية أن وسطات الإمارات مصر تركيا السعودية الهند التي تحتاج الحبوب للأمن العالمي وليس فقط لشعوبها مثل الإمارات ولكن من جهة أخرى أوكرانيا أكدت بأنها لن تقبل بأي تسوية ولن تتخلى عن أراضيها إذن كيف من الممكن الجلوس على طاولة المفاوضات بين هذه الأطراف؟ بالطبع لا تستطيع أوكرانيا أن ترمي من يديها أوراق القوة هي أوراق السيادة أوراق عدم التنازل وبالتالي نوع من اليد العليا بالساحة الدولية أنها طرف معتدى عليه هو تعرض للغزو هذا يمكن أن يبحث بطاولة المفاوضات ولا يمكن أن ينتزع منها الآن إذا تزعت منها تسقط حكومة زيلنسكي طيب دكتور إذا ما انتقلنا إلى ملف اتفاق الحبوب روسيا وافقت على تمديد هذا الاتفاق ولكن لمدة ستين يوم فقط كيف ترى الموقف الروسي في هذا الملف؟ هي رسالة للعالم للقول أن الأصدقاء الروسية في العالم يعني عبر الأمور الدبلوماسية مجموعة العشرين في الهند والهند لها وزن كبير روسيا لا تستطيع أن تكون مجموعة العشرين منحازة ضدها ولو نفسيا أو دبلوماسيا وبالتالي تعطي هذا الأمر التمديد ليس أربعة أشهر كما يجب أن يكون شهرين وبالتالي كهدية لنقل للدول المحتاجة للحبوب مصر والهند والدول التي تذكرت لكن للرقم زميلة يسرى أقول ماذا حقق الاتفاق خلال عشرة أشهر أقول 24 مليون طن من الصادرات الأوكرانية نصفها من الزرع المحتاج في أفريقيا والدول الفقيرة ثم الحبوب القمح والشعير المحتاج في مصر الجزائر وفي كذلك أعلاف في السعودية والخليج نعم ولكن لماذا تقليل المدة الاتفاق كان يشير إلى أكثر من هذه الفترة التي وفقت عليها موسكو هو نوع من لعب الكرت القوي روسية هي رقم اثنين في العالم وبالتالي هذا الكرت القوي تريد أن تقول لتركيا لأن هناك اتهامات غربية لتركيا بأنها تسمح للأسرية الروس والاستثمارات الروسية بعدم التعرض للعقوبات إذن هي رسالة للعالم الغربي بأن المبادرة بيد دبلوماسيا وبالتالي عدم محاصرتها في الجمعية العامة كما حصل مؤخرا في تصويت 140 صوت ضد روسية وامتناء كثير عن التصويت إذن هي تريد أن تناجس دبلوماسيا نقطة الضعف عندها برأيي نعم ولكن هل ستتعاطى بشكل سهل الأمم المتحدة وتركيا مع تقليل هذه المدة؟ أنا أقول سيقبلون وإن كان رسمي على أربعة أشهر سيقبلون عمليا وليس رسميا لكن أنا أستطيع أن أقول زميلة يسرى أن هناك شعور ودفع في العالم الغربي حتى أمريكا للرئيس الصيني كي يقوم بهذه الزيارة يطرح وطرح مبادرة في السابق للقول أن الصراع وصل إلى نهايته أو خاتمته الميدانية وبالتالي تعالى ونجلس إلى طاولة وبالتالي العالم الغربي لا يريد التصعيد العسكري هو ينظر إلى الصين إذا جاءت بانتصار دبلوماسي لا يهم المهم أن تجلس روسية على طاولة المفاوضات هذا يعتبر نصر كبير في العالم الغربي